كم تكلفنا عمليات إليغرافيك لها؟ تعلمون كم؟ البارحة أو أولة البارحة أبلغت بأن التكلفة زادت إلى تسعمائة ألف باوند شركة إليغرافيك وهي الشركة عالمية هي تعتبر من أقوى الشركات العالمية في عمليات إليغرافيك شيء خبل مثل ما يقولون لما واحد يشوف شون يسوون الآن تقول أن هذه المشاهد الحربية مالتكم جاء تتزايد التكاليف مالتها إلى تسعمائة ألف باوند بسبب الزيادة كذلك لأنه كما قلنا لبروفا الأولية للفيلم لما رحنا شفناها بالسينما كان الفيلم ساعتين تقريبا ما قنعنا به صراحة أنا شخصيا لا أتحمل مسؤولية أنه يوم القيامة أحاسب من الله ورسوله والزهراء عليهما والهما السلام بأنني قدمت فيلما متواضعا يعني تحفة فنية متواضعة لا المفروض نقدم العمل الأحسن لمقام الزهراء عليه السلام ليبلوكم أيكم أحسن وعملا وفهمنا نحن من الآيات والروايات أن من العمل الأحسن العمل الأكثر جمالا وإتقانا وروعة الإتقان مطلوب هذا الإتقان مكلف صحيح لكنه واجبنا أمام سيدتنا عليه السلام هذا الفيلم سيكون بصمة في التاريخ من منكم يقبل أن نخفض جودة الفيلم لأن الضغط الآن علينا من قبل المنتج وشركة الجرافيك وشركة المونتاج شركتين إحنا عدنا عقد وياه شركة تتكفل بالمونتاج وهي من أحسن الشركات في بريطانيا وشركة تتكفل بالجرافيك فالضغط علينا من هذه الجهات الآن أنه ما يصير إما أن تختاروا تقليص مدة الفيلم وتضحوا بالمشاهد التي تم تصويرها فتحذفوا كثيرا منها حتى الفيلم يرجع ساعتين فتنخفض لكم المصاريف أو أن تضحوا بجودة الفيلم من ناحية الجرافيك تخفضون هذه الجودة ويطلع فيلم مقبول يعني معقول بس ما رح يكون بالمستوى العالي ولا تطمعون أنه يعني ممكن الفيلم يناطح أو ينافس الأفلام العالمية أنه إحنا بالكاد طمعانين أنه إن نافس بعض الأفلام العالمية ولعل الله عز وجل يوفقنا والفيلم يأخذ صداه في المحافل السينمائية ويحصد بعض الجوائز السينمائية مثلا في المهرجانات هذا أمر جيد يعني تدري الفيلم لو حصل على شيء من هذا فالدعاية ستكون له أكبر وأوسع وبالتالي الناس الجماهير تتجه إلى مشاهدة هذا الفيلم أكثر وأكثر لأنها سمعت عنه إيجابيا أنه حصل على هذه الجائزة أو النقاد السينمائيين تكلموا عنه بإيجابية وإحنا بس الوظيفة إحنا نريد من هذا الفيلم شنو أنه أكبر شريحة من البشر تشوفها وبالتالي تنجذب إلى سيدة النساء عليه السلام وتتفاعل مع قضيتها كما تفاعل معه العاملون أو معها العاملون بالفيلم أنا قلت لكم أنه المخرج لما فريق ما وراء الكواليس وفريق بريطاني يقوم ب أو فريق بريطاني ودولي حقيقة من بلدان عديدة يقوم بمقابلة يعني الفنيين العاملين بالفيلم والممثلين ومن أشبه يسوي معهم مقابلات عن ما وراء الفيلم وما وراء الكواليس لتوثيق عملية إنتاج هذا الفيلم سأله هذا المذيع الأجنبي سأله وقال له ماذا تعلمت من هذا الفيلم فقال ما مضمونه هذا أنه تعلمت من هذه السيدة أنه يجب علينا أن نستمر بالقتال keep fighting نستمر بالقتال للظلم وللقمع نستمر لا نضعف هي هذه الرسالة رسالة الزهراء عليه السلام أن قاوم الظلم وقاوم الظالمين فقاتلوا أئمة الكفر لا تركنوا إلى الدعاء إلى المسكنة إلى الضعف فإن هذا سيأتي عليكم هذه خطبة الزهراء عليه الصلاة والسلام شوية تضعف أمام الظالم في المراحل الأولى الظالم يطغى أكثر وأكثر وما تقدر تفر منه حينئذ واحد لازم يتحمل في البداية شوية يضحي شوية في البداية حتى يزلزل أمر الظالم فهي رسالة عالمية قصة هذا الفيلم ومحتوى هذا الفيلم رسالة عالمية كبرى من منا يرضى الآن أن نستجيب لهذه الضغوط ونقبل بحثف المشاهد التي تم تصويرها حثف بعض المشاهد التي تم تصويرها وتخفيض جودة الفيلم فلا يكون متقنا كما نريد ونرجو حتى يخرج الفيلم بالميزانية لموجودة الآن المتوفرة الآن ويخرج هذه السنة تقبلون بذلك؟ أكو أحد صدقا أتكلم صدقا أحد منكم يرى أن هذا الخيار خيار مطروح على الطاولة ويمكن القبول به طيب الخيار الآخر ما هو؟ هم يقولون الخيار بيدكم إذا كنتم مصرين على زيادة مدة الفيلم إلى ما يقارب ثلاث ساعات نحن جاي نحاول الحقيقة أنه يكون شوية أقل شوية حتى نوفر مثلا من دون الإخلال بالفيلم أو تسلسل أحداث أو حثف أي مشهد أو إضعاف أي مشهد من ناحية الجودة حتى على مستوى الإغرافيك فإذا أردتم وكنتم مصرين على أن يبقى الفيلم تزيدون مدته وكل المشاهد التي تم تصويرها تكون داخل الفيلم وكنتم مصرين أيضا على أن تكون جودة الفيلم من ناحية الإغرافيك والمونتاج عالية جدا وفائقة جدا إذا كنتم مصرين على ذلك فميزانية الفيلم مالتكم رح تضاعف وهذا يحصل في كل الأفلام هناك أول ما يبدأون بالفيلم هناك ميزانية تكون تقديرية مع مرور عمليات الإنتاج تتصاعد هذه الميزانية في غالب الأحيان تتصاعد وأحيانا توصل إلى أرقام فلكية أحيانا لأنه بعدما يتم التصوير والمادة الخام كلها تجمع وتضاف ترتب المشاهد بعدين تشوف الفيلم كله من أول إلى آخر مثل ما إحنا شفنا في البروفا من أول الفيلم إلى آخر الفيلم حين إذن تكتشف ما هي النقائص شنو اللي لازم يضاف شنو اللي لازم ينشال شنو اللي لازم يتعدل من ناحية الجرافيك والمونتاج وما شاكل هذا أمر طبيعي ومسار جدا طبيعي في عالم الأفلام إحنا شفنا وبدأنا ملاحظات قالوا على عيننا والراس نسوي هذا بس هذا أمر مكلف طيب أنتم من جهة لا تتنازلون عن مدة الفيلم ما تقبلون بتقصير مدة الفيلم ولا تتنازلون عن جودة الفيلم لا تريدون تخفيضها وفي نفس الوقت لا تريدون التنازل عن ميزانيتكم هذه تقولون لا في حدود هذه الميزانية ما يصير شلون يصير فأمامكم طريقان الآن إما أن يتم زيادة الميزانية حتى تحافظ على جودة الفيلم المطلوبة وإما أن تبقوا الميزانية الحالية ونخرج لكم الفيلم ويظهر إن شاء الله تعالى هذه السنة لكن بجودة منخفضة أيهما تختارون لا تصور أن أحدا منا يقبل الخيار الثاني الكل يقبل الخيار الأول تحدي نعم تحدي زين قبلنا بالخيار الأول أيضا لدينا طريقان انتبهوا جيدا إما أن يتم رفض الميزانية المطلوبة عاجل بشكل فوري فهذا سيؤدي إلى استمرار عملية الإنتاج والغرافيك والمونتاج كما هي الآن ويخرج الفيلم إن شاء الله تعالى في هذه السنة إن شاء الله إن لم تكن هناك عقبات ويجينا فيروس كرونة ومدرشينه الله العالم شي يصير إذا فيلم عالمي البريطانيين يسوه الآن قبل يومين أعلنه وأنه أجلو تسعة أشهر وصار فين عليه أضعاف ميزانيتنا فيلم مناء الأفلام العالمية اللي يسوه ليش بسبب فيروس كرونة خايفين من التجمع ومن الكذا ومدرش فالله العالم شو يصير إحنا ما ندري لكن بحسب الجدول اللي موجود الفيلم يطلع هذه السنة هذا إذا تمت الزيادة للميزانية فورية أو الخيار الثاني أن تكون الزيادة للميزانية غير فورية يعني ببطء شوية شوية بالمعدل الحالي اللي جاي نزيد بيه الميزانية ببركات إسهامات المؤمنين والمؤمنات جزاهم الله خيرا هذا سيؤدي إلى إنتاج الفيلم بالجودة المطلوبة صحيح لكن رح يتأخر مو هالسنة السنة القادمة مو السنة القادمة السنة التي تليها الله العالم فأيهما نختار الزيادة الفورية أم الزيادة المتقطعة التدريجية ترجمة نانسي قنقر